وإذا ممكن يعني بعد إذنك أن أضيف أن موضوع ابن الله هذا الموضوع متعلق بالخلاص ينبغي أن نؤمن أن يسوع هو ابن الله وطبعا فيه آيات كثير في العهد الجديد يعني بيتعلق في الخلاص إيماننا بيسوع المسيح إذا سألت لأقول أن فيه سؤالين مصيريين الإجابة عليهم هي الإجابة التي تؤدي إلى الحياة الإجابة الخطأ تؤدي إلى الهلاك السؤال الأول من هو المسيح السؤال الثاني ماذا فعل المسيح السؤال الأول من هو المسيح إذا أجبتني أنه نبي الله ورسوله فقط أو أنه معلم عظيم فقط ولم تؤمن أنه هو الله الظار في الجسد أو كما قال الكتاب عنه ابن الله فإيمانك ناقص الإجابة السليمة على السؤال الأول من هو المسيح أقولها زماء البطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي السؤال الثاني ماذا فعل المسيح إذا أجبتني أنه صنع معجزات وأضفت كثيرا من المعجزات من عندك وأنكرت أنه صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا أي مات على الصليب يبقى كمان إجابتك ناقصة فالإجابتين النموذجيتين على السؤالين السؤال الأول من هو المسيح؟ هو الله الظهر في الجسد أو ابن الله ماذا فعل المسيح؟ صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا غير هتين الإجابتين أي إيمان آخر في احترام لشخص المسيح أو في تغدير هو إيمان ناقص لا يعطي حياة أبنية